مشاهدين أولو الوقوف أكثر عند تدعيات شح المياه وأثرها على حياة المواطن العراقي متمثلة بمياه الشرب ينضم إلينا عبر سكايب نستوكولم الأكاديمي المختص بشؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري مساء الخير مساء الخير عزيزي حياتنا الله دكتور وزارة الموارد المائية حاليا تقول أن شح المياه في العراق وصل إلى حالة لم يسبق لها أو لم تشهدها البلاد سابقا هل تكفي هذه التصريحات من قبل الوزارة وتخليها من مسؤوليتها فقط بالتصريحات لا طبعا الوزارة يتعرف الوضع بالضبط وفعلا اللي صرحوا بي أنه هذه الحالة لم يصل إليها العراق سابقا صحيحة جدا لكن هذا مو معنى أنه ما يتخذون إجراءات فالإجراءات يجب أن يتخذون إجراءات معينة على الأقل لتخفيف الأزمة حاليا طيب أيضا في الوقت نفسه الوزارة الموارد المائية تقول أنه إيران أطلقت تدفقات مائية باتجاه نهر الكارون في ديالة ولأسباب غير معروفة ولكن التدفقات كانت متوقفة منذ سنوات لماذا صمتت وسكتت الحكومة طيلة السنوات السابقة على قطع إيران لهذا الرافد المهم؟ بالحقيقة أنا ماذا أفتهم؟ شنو معنات الكارون وديالة؟ الكارون يصب بشطة العرب ما لا علاقة بديالة بالحقيقة لكن بغض النظر عن هذا الشيء السكوت عن هذه الأمور هو جهل الحكومات السابقة أو بالحقيقة اعتبار هذا الملف شيء ثانوي جدا وهذا طبعا مو صحيح اطلاقا فلذلك تفاقم الوضع إلى أن وصلت الأمور إلى هذه النقطة الحارجة مع الاسف اليوم هناك حديث عن لقاء مشترك مع وفد تركي برعاية وزارة الموارد المائية للتباح في شأن الإطلاقات المائية ماذا عن إيران؟ هل ما زالت ترفض الدخول بمثل هذه المفاوضات؟ صحيح إيران إلى الآن ترفض الدخول بهذه المفاوضات والحكومة السابقة كان هناك زيارة لسيد رئيس الوزراء وبعض الوزراء إلى إيران وأيضا أنا اللي فهمته أنه خلال تلك الزيارة رفضوا الإيرانيين أن يناقشون موضوع المياه وهذا مما يستدعي أنه الحكومة العراقية يجب أن تتخذ موقف حازم من هذه المسألة وأنا سبق على قناتكم الكريمة أن تكلمنا عن هذا الشيء يعني المفاوضات مع دول الجوار تركيا وإيران إذا كانت عن المياه فقط بدون أي ملف آخر لا تجدي نفعا فالمفروض أن نستعمل الملف الاقتصادي والأمني ومن ضمن المياه حتى نتوصل إلى اتفاق مع هذه الدول طيب دكتور هنا أيضا كيف يؤثر هذا الجفاف على حركة السكان داخل البلاد ومن ثم على نشاطهم الاقتصادي بعد أن هجروا أراضيهم بسبب جفافها إلى أطراف المدن هذه بالحقيقة المسألة خاصة في السنوات الأخيرة بدت تزداد يعني آلاف الفلاحين تركوا أراضيهم سواء في جنوب أو وسط العراق أو حتى في شمال العراق يعني حتى قارير اليونسيف يقول مئة ألف من سكان الأرياف في شمال العراق تركوا أراضيهم هذا طبعا تأثيره سلبي جدا على الحياة الاجتماعية والجانب الأمني والبيئي في البلد لأنه هجرت هؤلاء إلى المدن رح يسبب ضغط على سوق العمل وأيضا على الأمن في هذه المناطق وهذه كلها أمور سلبية في الحقيقة طيب دكتور أيضا يعني حسب الوزارة فأنه نهري دجلة والفرات انخفضت مناسبها إلى 75% يعني 75% من مناسب المياه دجلة والفرات انخفضت تماما كيف سيؤثر هذا الجفاف على مياه الشرب خصوصا أن هناك ارتفاع بمستوى الملوثات نعم هذه طبعا رح تكون مشكلة كبيرة جدا ويعني أنا لازم تتخذ الحكومة جراءات سريعة في هذا المجال لأنه يمكن تكلمنا أيضا سابقا عن هذا الموضوع يعني شط العرب حتى نطي صورة للمستمع عن هذا الشيء كان مثلا تصريفها سابقا بالسبعينيات 910 متر مكعب الثانية تقريبا الآن أقل من 39 متر مكعب الثانية فممكن تعرف الفرق الشيء الآخر أنه احنا ما عدنا قوانين ملزمة أنه نخافض على نوعية المياه فالمياه الآسنة دائما تصرف إلى الأنهار مما يسبب تلوث شديد في هذه المياه فهذه الشحة في المياه مع زيادة التلوث رح يأثر سلبا بشكل كبير على حياة المواطن والبيئة بصورة عامة هل هناك مخاوف حقيقية على مياه الشرب ومستقبلها في العراق بالتزامن مع حالة الجفاف العامة التي تضرب البلاد بعد ما أثر على الزراعة اليوم حيأثر حتى على مياه الشرب نعم نعم وأنا سبق على قناتكم الكريمة ذكرت أنه الأمم الواتحدة سنة 2010 في أحد تقاريرها ذكرت أنه إذا بقى الوضع كما هو عليه الآن ونفذت إيران وتركيا بشاريعها المائية سوف لن تدخل قطرة مياه إلى العراق سنة 2050 مع الأسف فلذلك هذا الأمر مهم جدا ويهم مستقبل البلد فلذلك الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات سريعة وفعلية في هذا الخصوص نعم من استوكولم الأكاديمي المقتص بشؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري شكرا جزيلا لوجودكم معنا شكرا للمشاهدة